ميدانيا ايضا اعلن حزب الله اليوم ان مقاتليه تصدوا لمحاولة تقدم قوات صهيونية عند نقطة حدودية في جنوب لبنان واكد في بيان ان مقاتليه تصدوا بقذائف المدفعية عند بوابة فاطمة لقوة صهيونية حاولت عبور الحدود واشتبكت معها وارغمتها على التراجع بعد ان تمكنت المقاومة من قتل ثمانية جنود صهاينة وحرق عدد من الاليات وارغمتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة